بسم الأب والابن والروح القدس الإله الوحد أمين موضوع تاني بعنوان استعد للقاء إلهك ناخده من روميا 13 تعالوا نشوف ممكن نستعد ازاي طبعا الأفكار كلها بتوصل لمعاني متقربة إنما كلما ننشغل بنصوص الكتاب ما تنسوش القعدة بتاعت إن كلمة الله حية وقوية وفعالة نحن يعني بنعيد ونزيد في المعاني لكن كل آية ممكن تخبط فيك تغير فيك وتفضل في ذهنك تحميك وتوصلك فما تستقلوش أبدا حتى لو كررنا معاني إنما الآيات مختلفة وكمان هي اللي بتجيبنا قاوة القلب في الآخر بيقول لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعض لأن من أحب غيره فقد أكمل النموس لأنه لا تزني لا تقتل لا تصرق لا تشهد بالزور لا تشتهي إن كانت وصية أخرى هي مجموعة في هذه الكلمة هي أن تحب قريبك كنفسك مقصود لو لخصت ده كله تلاقي في كلمة واحدة تلم ده كله لا تزني ولا تقتل ولا تصرق إنك تحب أخوك لو حبيت لها تسرق ولا تقتل ولا تشتهي المحبة لا تصنع شرا للقريب وبالتالي تتضمن كل اللقات اللي فاتت فالمحبة هي تكميل النموس خلي بالك هو بيكرر يعني في معاني متقل هذا وإنكم عارفون الوقت أول ما يقول الوقت يبقى دخلنا في إيه استعد للقاء لأن كلمة الوقت دايما معناها معاد ما جئه إنما عارفون الوقت مش معناها إن انتوا عارفين إمتى جاي لا عارفين في قعدة الوقت إنه هيجي فجأة وإنه محدش هيعرف معاد إنها الآن ساعة بما إن المسيح جاي وبما إن مش معروف هيجي إمتى إذن فلاعتبر الآن ساعة ما جئه فمين القعدة دي بما إن المسيح لازم هيجي لأنه قالها مرات تكرارا ومرارا ومش بيكذب وبما إن قال هيجي فجأة وما حدش يعرف الساعة إذن أفضل طريقة إنه نعتبر إيه إنه جاي دلوقت وعيش بالموقف ده فعشان كده القعدة عند الأباء المسيح جاي إمتى جاي دلوقت إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم فإنه خلاصنا الآن أقرب مما كان حين أملنا يعني بالعكس ده كلما عشنا كلما نقول ده قرى بيجي أوي لأنه إيه ما جاشن بارح يبقى يجي النهار ده قد تناهى الليل يعني اقترب من النهاية وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور لنسلك بالياقة يعني كما يليق كما في النهار لا بالبطر والسكر لا بالمضاجع والعهر لا بالخصام والحسد بل لبسه الرب يسوع المسيح ولا تصنعه تدبيرا للجسد لأجل الشهوات تعالوا نمشي شوية في النص ده يغزينا بفكرة استعدادنا للسام أولا كلمة أكمل النموس قالها مرتين أكمل النموس وتكميلا للنموس احنا عندنا حاجة اسمها نموس في المسيحية ولا لا عندنا عشان فيه ناس بتقول ما عندناش لا جات في العهد الجديد أن عندنا الكلمة دي ما عندناش التفكير الناموسي اللي هو الحرفي لكن ده مش معنى أنه ما عندناش وصايا لا ده احنا عندنا وصايا مضاعفة سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل أما أنا فأقول لكم لا تغضب يبقى ده أنا عندي بالوصية ضعفة بعد ما كانت ما تقتلش كمان ما تغضبش يبقى هنا أنا عندي نموس أيود أنا عندي نموس أكتر من النموس اليهودي طبعا فهنا بيقول لأن من أحب غيره قد أكمل النموس يقول في غلط يا ستة احملوا بعضكم أسقال بعض وهكذا خلي بالكم التعبير ده تمموا نموس المسيح يبقى في حاجة اسمها نموس المسيح النموس الأولاني كان ساعات يتقال عليه نموس نموس موسى طبعا مش موسى اللي حطه خلي بالكم ربنا اللي حطه بس لأن اللي استلموا موسى واللي شرحوا دافع عنه موسى فكان يلقب بناموس موسى احنا تبع نموس المسيح فاحنا مش مطالبين بس ما نقتلش احنا ممنوعين من الغضب احنا مش مطالبين نحلف وما نحنسش احنا مطالبين ما نحلفش خالص احنا عندنا مطالبة اعلى لاننا ورى نموس المسيح في العهد القديم كانوا مطالبين عين بعين لكن احنا مطالبين احب اعداءكم اذا في نموس ايه طبعا نموس يعني مجموعة قواعد دستور عندنا دستور حطوا المسيح وما فيهوش حد يغيره مهما حصل وده الكامل يعني ما فيش بعد كده يعني في العهد القديم كان فيه حتة لسه ناقصة ليه لان الناس ناقصة خلي بالكم عشان فيه ناس تقول يعني ربنا قال في العهد القديم كلام ناقص ايوة لان الناس ناقصة مش لان ربنا ناقص حاش ربنا عنده لسه كلام كتير يقوله بس اللي قدامه ما بيستقبلش فما يقدرش يقول كل الكلام زي انت مثلا لما تروح في الكوتشينج تدرس هل انت هتقول كل المعلومات اللي عندك في الرياضة ما هتشايفة محاك انت هتقول كلام على قدهم لكن ده لسه في الحساب كتير فاهمين وفي العربي في كتير فربنا ما قالش كل اللي عنده طبعا حط نموز مبتدئ على قد المبتدئين ما تقتلوش ما تزنوش لانه قدامه ناس مجرمين انما لما دخل بنفسه بقى الدنيا وحطلنا الايقونة الكمال ورانا البرفكشن على اصوله قال انا مش كفاية عندي ما تقتلوش ما تغضبوش مش كفاية ما تزنوش ما تبصوش يبقى دخلنا في مستوى ارقى هو ده اسمه بقى النموس الكامل نموس المسيح طب ده احنا لما نحفظ الموعز على الجبل يعني كانوا اليهود يحفظوا الوصال عشر صفحة دلوقتي احنا لازم نحفظ خمس صفحات متى خمسة وستة وسبعة بص اقولك المختصر المفيد هي الاية دي عشان تجيب النموس من اخره وتكمله حب قريبك كنفسك او بتعبير غلط يا ستة احملوا بعضكم اسقال بعض وهكذا تممنا موسيقى احملوا بعض المسيح هقولكم ليه يعني ليه الاية دي شاملة لما كله لو انا هشيل حملك هعرف هدينك مش وقته هدينك ازاي اذا كنت انا رايح هشيل معاك طب ايه هعذرك لو انا هشيل حملك هكرهك مش هعرف هغير منك مش هعرف هسرقك اكيد لأ هعيب فيك انا مهموم بقى حاجة تاني ان انا بشيل معاك الحمل فاذا وصلت لدي يبقى انا جبت كل اللي فات قبل كده يبقى انا طبيعي انا سمحتك وعذرتك واستحملتك لاني بشيل معاك واضحة الفكرة اذا مجرد ان انا حبك زي ما بحب نفسي ده الستاندرد العالي اللي بالتالي عندي شيلها هشيلها وانت عندك شيلها هشيلها لك لان زي ما بشيل شيلتي هشيل شيلتك ما انا بحبك زي نفسي لو انا عملت دي اتمامت النموس عملت كل اللي فات طبعا طبعا ما فيش حد هيزني ولا يقتل ولا يسرق وهو بيفكر بطريقة عاوز اشيل عنك الحمل يعني المسيح عمل كده خلي بالك لما شاف المرأة التي امسكت في ذات الفعل هو صاحب النموس العقل كامل كل الموجودين مسكين حجارة ومعتبرين نفسهم تابع نموس موس ويحق لهم الضرب اما هو اللي بتحرك بناموس المسيح كل اللي شغله ايه اشيل حملها طب دي مجرمة طب دي ممسوكة في الخطيئة طب ما دي تستاهل ما بيفكرش كده خالص هو كل اللي شغله ايه هي شيلة شيلة لازم اشيل معها ركع جنبها على الارض واستعد للطوب زيها وقف يدافع عنها الشيلة بتاعتها اصبحت الشيلة بتاعته فاكمل النموس وده الموقف اللي ربنا مستنيه مننا وده اللي يدخل السماء حاتفه خلي بالكم لو مش حافظ ولا آية وعرفت تحب الناس زي ما بتحب نفسك هتدخل السماء لو مش حافظ ابان اللازي اللي هزي الدارك لان الساميري الصالح ما كانش يعرف حاجة في الدين بس عمل ده شال الشيلة بتاعت واحد ما يعرفوش مرمي في السكة بيموت فاكمل النموس عمل كل اللي ممكن يتعمل الكاهن واللاوي ما عملوش المطلوب اصلي شغالين على نموس موسى فهنا ايه يعني ما يهتمش غير بناسه بس قديس يعقوب اكد المعنى وقال ما نطلع على النموس الكامل يبقى احنا بنتكلم عهد جديد وعملين نقول كلمة نموسى هو لان البعض بيفتكر ان النموس تشطبت من العهد الجديد لا كون بولس في روميا هاجم فكر النموس هو كان يقصد بيهاجم حرفية النموس يهودية الفكر القديم فكرة الخلاص بالختان والسبت دي اللي كان بيهاجمها بولس انما كوصاية ما قدرش يهاجمها هي اللي طقت اللي تلغت عشان بولس يقول ما عادش لها لازمة لا طبعا ما تلغيت ما جئت لان قد بلق وكمل ما نطلع على النموس الكامل نموس الحرية يبقى ده تالت اسمه مرة سمان نموس المسيح مرة سمان نموس الكامل مرة سمان نموس الحرية لانه بيحرر الواحد وثابتة ثابتة يعني ايه خلي بالكم مش اطلع بس لان الاطلاع المطلعة ما تغيرش لا ثابتة يعني ايه اثبت في الكلام ده اعمله بقى عيشه بقى وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة هذا يكون مغبوطا مغبوطا في عمله يعني هو ده اللي عشر على عشر هو ده اللي السماء هتسقف له هو ده اللي داخل السماء وهو متطمن هو ده اللي مستعد للقاء اله يبقى موضوعنا دلوقتي كله تركيزني على ايه وصية المحبة هي الاستعداد للقاء المسيح عيش بدي بس بالكلمة دي بس حب الناس زي ما بتحب نفسك هتدخل السماء حتى لو قصرت في حاجات كتير بس خلي ده اللي شغلك ده النموس الكامل ده اللي يتمملك كل اللي وراك يكمل القديس بوليس يقول لأنه لا تزني لا تقتل لا تصرق لا تشهد بالزور لا تشتهي إن كانت وصية أخرى شاملة هي مقصود بالتعبير كده شاملة كل ما ذكر هي أن تحب قريبك كنفسك تحب قريبك كنفسك هنا أتكلم على شوية عناصر عنصر المبادرة بمعنى ايه لقيت واحد هناك تعبان أنت ما تعرفوش بس هو تعبان هل تبادر أنك تشوف تعبان ليه ولا تعمل حاجة ولا متعرفوش ما لاش علاقة تعرفو أو متعرفوش لأنه طبعا كلنا فاكرين سؤال من هو قريبي طلع واحد معرفوش في السامير الصالح إذن هل عندك عنصر المبادرة أنك تشوف حد أنت ما تعرفوش وعلى فكرة كل الخدمات اللي بشغلانا هي فيها الحتة دي وانت لما تسيب بيتك وتروح مثلا فمش عارف زرائب عزبة النخل العيال أنت ما تعرفهمش ما هماش قريبك طب ما هو ده المحبة أنت بتتبنى قضية مش بتاعتك ولا حد من ولادنا ينزل لأفريقيا يشوف عيال بتموت مجوع طب إيه ده ما هو ده عنصر المبادرة هو محدش دور علي ولا بيقول لي لحقني مش لازم بس المسيح اللي بادر وجلنا لازم إحنا نبادر ونروح مع المبادرة فيه الاهتمام الحقيقي يعني إيه ما نحبش بكلمتين وبس لا فيه تعب المحبة فيها تعب السامير الصالح تكلف وقت مجهود فلوس صحة ضيع يوم مستعد يدفع فيها مسئولية طب انت مالك هو ده النموذ الكامل هو ده اللي هدخل بيه السامة هو ده اللي استعداد للقاء المسيح فهنا أي عمل محبة فيه اهتمام بجد بالآخر ده بالضبط المطلوب يبقى إحنا محتاجين التعب والتطحية والبازل وإحنا بنتحرك لأن إحنا دلوقت الدنيا بقى الحب شوية كلام وشوية أغاني وإيه ما حاش عاوز يتعب حتى مع القريب مش مع البعيد يعني حتى في العلاقات الإنسانية لا الإخوات مش عاوزين يتعبوا البعض والأزواق والأباء والأولاد الله ده الطبيعي ما بيتعاملش إنما المسيح بيتكلم فوق الطبيعي فوق الطبيعي إنك أنت هتخدم شخص ممكن يكون بعديك ده فوق الطبيعي يقول المحبة لا تصنع شرا للقريب المحبة تكميل النموس هقول شوية شرور ضد المحبة لأن لازم نتجنبها إذا كنا بنستعد للقاء إليه إذا كنت عاوز تقابل ربنا وإنت توبك أبيض ما تسيبش حاجة ضد المحبة صدقوني أظن كلنا يوميا لازم نتوب عن خطايا المحبة أو خطايا عدم المحبة كلنا ما حدش فينا بيحب كما يجب مثلا خطيط التجاهل أن تتجاهل شخص ما هدي عدم محبة خطيط الإدانة وما أكثرها من أول العين للدماغ لللسان ما أكثر أما دا عدم محبة أنت ليه بصيت له البصة دي ليه عبت فيه ليه تكلمت عليه خطيطة زي الإهانة أنك تغلط أنك تجرح اللقصادك قريب أو غريب على طول عدم محبة يبقى أنت ناقص في النموس ما كملتش النموس عدم الاحترام زيته أحيانا مع بعض الفقراء أو بعض الناس يعني على قدهم في الثقافة تجي لنا النعرة بتاعت اللي ايه إن إحنا سوبيريور يعني خطر جيد دا عدم محبة طبعا مين قال مدامك نيزبقك ده ويبقى أغلى عند ربنا منك خطيط سوق الظن ما هي عدم محبة ما أنا لو بحب اللقصادي ما سيقش الظن طبعا الغضب بكل أشكاله عدم محبة إذن إحنا إن كنا عاوزين ننشد يعني نكمل النموس مع أننا بسطنا الموضوع وقلنا كله يتلخص في كلمة بسطلعت الكلمة كبيرة ومكلف لأنه في الأول المحبة لا تصنع شرا بالقريب لا شر من بعيد ولا من قريب عشان كده قال هذا وإنكم عارفون الوقت يعني مش محتاج أفكركم بموضوع الوقت لأنه بولس طبعا كان يقول الكلام ده كتير فإحنا بنعيد ونزيد ونقول يا جماعة محدش فينا عارف الساعة والساعة ممكن تيجي في أي وقت ولازم نبقى مستعدين وما نضمنش بكرة قصة دي بنعيدها فبيقول أنتوا عارفين إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم خلصنا الآن أقرب مما كان حين أمن الآية دي جميلة لأنه شبهنا كلنا إن إحنا نايمين في الخط إحنا مش مركزين قال يا جماعة يلا نصحى كفاية الموضوع جد الموضوع خطر لو ملحقش تصحى تصحى على البوق الأخير صوت مرعب وتبقى مش جاهز خلصنا الآن أقرب مما كان حين أمننا يعني ما هو العمر بيجبر يبقى أكيد الساعة قربت حتى لو مش عارف هتيجي إمتى بس بيت أكيد عمري قرب قرب من الأول لو أنا أعرف ربنا وبخدمه بقالي سنين أكيد اللي فاضل أقل من زمان طب يبقى الحكاية بتعرب كأنه بيقول كفاية كسل لنستيقظ من النوم كلكم لما بتصحوا ولدكوا في المدارس والكليات غالبا فيه إيه شغط كده من الغنى أغاني على الصبح مش كده أو أنت تبقى بتصحى الصبح مش قادر وتبقى كسلان وتفكر تروح الأداس ولا تتأجل كالعادة كفاية خطر الساعة لنستيقظ كفاية دلع لأن إحنا ساعات بندلع روحنا يعني بنشفق على أكسادنا ولا نشفق على أرواحنا طب أرواحنا جعانة جدا وأرواحنا هي اللي هتروح السامة هتعود بس إحنا مشفقين على أكسادنا أصلي بشتغل كتير أصلي صهران أصلي مش عارف إيه ضهري وجعني طب وقلبك اللي وجعك ده روحيا يعني ألا تشفق عليه من قلة الصلاة كفاية أعذار لأنه حسبه الأعذار لا تشفع الأعذار لما جوا قالوا له أصلينا مشغولين قالوا مفيش عزر فكرتني بموضوع السنوزينج ده عارفين المنبهات تالي كل الجيل اللي طالع شغال السنوز اللي هي آه المنبه يضرب يقوم يدوس عليه عشان يضرب بعد خمس دقائق يضرب تاني يدوس عليه إحنا شغالين كده مع ربنا سنوزينج عمالين آه هو يخبط وإحنا ندوس على الزرار شوية كمان شوية كمان طيب بعدين النهى الآن ساعة لنستيقظ لازم تاخد موقف لأنه ما ينفعش تعمل السنوز على طول كده إيه مش هتلحن قد تناهى الليل وتقارب النهار تعبيرات بقى فلسفية جميلة لقديس بولس كفيلسوف وأديب طبعا بيقول حاجات رمزية جميلة تناهى الليل عارفين لما تيجي الساعة أربعة الصبح كده لو أنت صهران مثلا خلاص أربعة يعني فاضلك إيه فحاجة بسيطة والفجر شأشأ تناهى الليل الشعور ده حل الشعور إن إحنا على ربنا يدي العمر للكل بس وما له لما تفكر أن الليل قد تناهى يعني العمر بيقرب يخلص وفجر القيامة نور الملكوت الأبدية هيطلع ما هو ده حقيقة مش كدبة في حياة أخرى ومستنيانة وكامينج سون جاية بسرعة أسرع مما تتوقع تقارب النهار بيردي بقى هي عاوز يقول بدل حكاء الرابط كده فلنخلع أعمال الظلمة ما ينفعش فجأة يدخل علينا المسيح يلاقينا بالبيجامات هي عاوز معناها كده ما ينفعش يدخل علينا فجأة يلاقينا مسجهزين لقينا نايمين هنقول إيه فاكرين الليلة اللي المسيح كان بيصلي بحرقة وقاعد يقول لهم اصهروا سنوز يناموا اصهروا يناموا اصهروا يناموا قال لهم ناموا ناموا الآن واستريحوا لكن كانوا مكسفين أحد الأناجيل قال ما كانوش عارفين يقولوله إيه معرفوش يردوا عليه كسفوا طبعا تعلت مرة يقول لهم اصهروا معايا اصهروا معايا اصهروا معايا فآخر مرة بصوا في الأرض مش عارفينوا يردوا عليه وقال لهم خلاص فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور احسب السنين بطريقة روحية السنين لا تقاس بالأرقام افتكر أنه كل سنة عدت خسارة لأن كان ممكن كنا ننجس فيها أكتر لكن it's never too late طب يلحق اللي جاي ساعات لما بص على اللي راح أبقى إيه متحمس قوي أن اللي جاي ما يروحش زي اللي راح مش عاوز يوم يعدي من غير صلاة مش عاوز يوم يروح من غير خدمة مش عاوز يوم يعدي من غير إنجيل خلاص بقى كفاية مؤشرات النهاية بتبان طبعا نهاية العمر أو نهاية التاريخ كله وما له طب وما له هتسمع عن أخبار حروب ومجاعة وأبقى وزلازل وكل ده الحمد لله موجود هذه مبتدأ الأوجاع ولكن ليس المنتهى بعد بس دي المؤشرات مجرد صفر بعض الناس حوالينا للسماء هي دي مش معالمات مش دي رسائل وإنذارات مش ده بيقولك الدور تبترفع صباعك وتسأل مع كل واحد بيموت حواليك الدور عليها إمتى ده السؤال التقليدي الدور عليها إمتى وهو لازم عليك دور طيب كل ده عشان تخلع أعمال الظلمة وتلبس أسلحة النور إيه أسلحة النور أسلحة النور هي اللي تخليك جاهز تقابل المسيح ببساطة نقول خمس أسلحة وكله كلام عادي مكرر أول سلاح مهم الصلاة أفضل وضع تستقبل بي ربنا أنك أنت تكون عايش بتكلمه طول الوقت أجمل حاجة أن يكون لسانك تعود يقول يا رب يسوع عشان حتى لو دخلت في كومة ولا حاجة بعض الشر تبقى بتقول يا رب يسوع انت عود اللسانك ينادي على اسم ربنا لأنه ده الوضع الجميل اللي يحميك من شياطين الدنيا كلها أنك تبقى تبرمكت خلاص بتنادي عليه طول الوقت الصلاة بكل أشكالها الإنجيل طبعا يحميك سلاح قوي سلاح للنور كلمة ربنا قوية وفعالة والسيف يدخل وينظف ويصححه الخدمة الخدمة دي اللي هتوقفه قدام ربنا كنا بنقول الغني بس كان عمله خدمة في رجل على بابه ما كانش هيسافر لأفريقيا والعشوائيات بس كان بص على اللي على بابه ده كان اختلف مصيره تم الخدمة مفتوحة وعلى أبوابنا والحمد لله بلدنا غنية جدا بالعذر العذر في كل حتة الخلوة الخلوة أحد أسلحة النور يعني إيه أنك تقف لحظة كده تشوف أنت ماشي الزعي تهدى كده وتشوف أنت جاهز ولا لا هل يستطيع أنت وص في المراعية مستعدت قبله ولا مش مستعد في زعل مع أحد في خطية لسه مش رادي تتوب عنها طب ما هو تلحق المحبة طبعا أنك أنت مأمن نفسك بتحبك كله والكل بيحبك دي اللي تخليك إيه في السليم يعني ضامن أنه محدش هيوقف يقول أنا مش بحبه أنا زعلن منه لا ما تسيبش حتى زعلن منك حتى لو إيه بيزعل من الهوى ما تسيبوش يزعل لنسلك باللياقة كما في النهار لا بالبطر والسكر ولا بالمضاجع ولا لا بالخصام والحسد البطر والسكر ده طبعا اللي هي الإباحيات بأشكالها بس حط معاها الخصام والحسد أحيانا يا جماعة نكون بنرتب الخطايا بمزاجنا فنعتبر الزنا والخطايا دي حاجات بشعة جدا إنما الغيرة والحسد ده عادي عادي خطايا الخصام والنكد ورانا إيه غير كده ده أكله شربي غلط لأنه الإنجيل حطت الحاجات دي جنب بعض الخصام والحسد لا يقل بشعة عن خطايا كبيرة فهي كلمة باللياقة يعني كما يليق الحتة اللي بنقولها في باكر أسألكم أن تسلكوا كما يليق بالدعوة يليق بالدعوة يعني إيه هي بالضبط دعوة فرح ينفع تروح فرح لاب الشرط مثلا مش ممكن طب أنت داخل على فرح فرح بقى إيه سماوي يعني طب فين منظرك في الفرح ده كله ملايكة وكله قدسين ويأتي الشهداء حاملين عذبتهم والقدسين حاملين فضائلهم ويأتي ابن الله في مجد وإنت تأتي في ايه بقى بعد ده كله الحكاية اللي حكاها ربنا سوء عن لباس العرص بتفكرنا بالموضوع ده لنسلك باللياقة ليه ده عرص وعرص ابن المالك فطبعا كله لاب الشيك وحتى الغلبة لبسوهم عدل عشان يدخلوا لكن في واحد دخل من شباك ليس عليه لاباس العرص فين لبس المحبة فين التواضع فين الزقل وداعة فين الخدمة فين الصلاة كل ده اسمه لبس العرص فلنسلك باللياقة يعني لازم نستعد بلبس مناسب البسو الرب يسوع المسيح ختمها طبعا بطريقة رائعة جدا القديس بولس ما عادش يقول بقى البسو المحبة هي قالها قبل كده بحتى البسو المحبة البسو التواضع البسو الرحمة البسو الحكمة البسو أمقال في الآخر إيه البسو يسوع البسو الرب يسوع نفسه يعني إيه هنقعد نقول لكم كل فضائل الدنيا خليكوا شبهه هو ده الاستعداد الحقيقي إنك تبقى شبه المسيح مش لازم تعمل معجزات إنما لازم تبقى شبهه في محبته اتضاعه أمانته كلامه البسو الرب يسوع المسيح واللي معطل إيه الجسد لا تصنعه تدبيرا للجسد يعني التدبير هنا معناه الاهتمام الزائد التفكير المستمر مش مستاهلة الحكاية تقعد تفكر في جسمك طول الوقت شكلك إيه ولبسك إيه والمنظرك إيه والصحة إيه دي حاجة على قدها بس لكن ما تبلغش خليك في المفيد لأن الجسد سارق مننا كتير قوي منظرنا الخارجي شغلنا زيادة قوي عن الحقيقة الداخلية وهي الأهم يبقى التشبه أو التمثل بالمسيح هو الاستعداد للقاء أجمل واحد هو اللي طالع من الدنيا شبه المسيح ما يختلفش عليه الملايكة وأخطر وضعه هو أنك تبقى طالع من الدنيا شكلك بعيد قوي عن جمال ربنا يسوع وعشان تلبس المسيح معناه كمان ما تلزق له طيب عشان هو اللي يبان عليك يعني لو مش عارف تقلده في جنس تقليدي أنت بتحاول تقلد وفي جزء تكتسبه تكتسبه بالنعمة واجرد أنك أنت بتقعد معه كتير بتتناول كتير بتصلي كتير فأنت تبقى إيه لزقت فيه اثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم يأكل جسد يثبت فيه وأنا فيه لا تصنعه تدبيرا للجسد يعني ضبر روحك أهم ضبر روحك بدل ما تضبر جسدك كويس أنك تقيص الضغط قصة الكبرياء طيب كويس أنك تشوف تعرف الحرارة ولا البلس طب قصة المحبة ضبر روحك ضبر عقلك بتفكر في إيه موخك بيروح في إيه في حاجات كتير يوكل عقلنا ما تستاهلش حط عقلك في اتجاهه مناسب استعداد للقاء المسيح ضبر وقتك ياما ساعات وأيامه واسنين راحت يبقى البسوا الرب يسوع هي دي الدخلة الحقيقية للقاء المسيح لإلهنا كل مجدو كرم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر